السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل رسمة الميكانيكالسيل. طيب احنا اخر حاجة حطناها كان هنزود بعد كده حطينا آآ السبرينج. سبرينج هتلاقي عندنا اتنين اللي هم تحت تحت الاتنين حلقتين متحركين اللي جواه القفص. طيب فوق الاتنين سبرينج هتلاحز ان فيه طبقين اهم شايفينهم? فوق الاتنين سبرينج اهم طبقين. ايه الطبقين دول? طبقين دول اللي هم معمولين عشان يبقوا فوق السبرينج وتحت الحلقتين المتحركين بتاع علشان تنقل او القوة بتاعة الحلقة او بتاع بانتظام وما تكسرهوش او ما تخلهوش يبقى مايل طيب. بعد كده حطينا الحلقة المتحركة بتاعة اهي. تمام? كل حاجة بنتكلم عليها هنا اتنين خليبنا. وبعدين. حطينا اللي بيعمل ما بين وما بين الحلقة المتحركة وده طبيعي. اهو. كل منطق التسريب لازم احط فيها حاجة تمنع اللي هو تمام. بعد كده لو نلاحز شايفين رقم تسعة ورقم تمانية وعشرين. اه. بتحط حاجة جميل او. بتحط حاجة زي او ريتينر حاجة تمنع الحلقة المتحركة انها تقع من وانت بتركب. بتحفظه في مكانه. وعشان كمان تعمل. اه حد اقصى لعملية انه يطلع لبرا. المشوار بتاعه. طيب اللي هي دي. شايفينها? طيب. بعد كده الحلقتين السبتين اللي بيركبوا في الجلان. اهم. طيب الحلقتين السبتين دول عشان يركبوا لازم برضو يعمل لهم سيل. نمنع التسريب فحطينا اتنين اورنج. شايفين اهم? اتنين اورنج. اهم. بعد كده الحلقتين دول عشان ما يلفوش مع الحلقة المتحركة. فلازم نحط لهم اتنين بنزي تسبيت او اتنين تيلة. اهم. الازرق ده. شايفينهم? اهم. طيب. بعد كده نيجي بقى في الجزء الاول من او الجيلاند اهو. اللي راكب في جسم البامب. وهنلاحز ان فيه اورنج برضو احمر رقم تلاتاشر اهو. علشان يمنعه من التسريب. بعدين ادي جسم البامب نفسه اللي ركب عليه الجيلاند ده. ادي كمان الجزء التاني منه الخارجي من الكارتريج اهو. وهنلاحز برضو ان فيه اورنج اللي هو رقم اربعة عشر. يبقى كده احنا جمعنا كل الاجزاء. تمام كده? فاضل ايه عندنا? تعالوا نكمل. في عندنا هنا الحلقة او الرنج اللي بتركب على ما بين السليف وما بين العمود. حلقة دي فايدتها انها تنقل الحركة من العمود للسليف. وكمان تعمل حاجة تانية تسبت السليف. تسبت السليف جوه مع العمود. تنقل دوران وكمان تخلي شدة او ضغطة الميكانيكا لسيل سبتة. هي دي اللي بتحدد ضغطة الميكانيكا لسيل. احنا بنربطها. طيب ايه دي? دي بقى المسافة اللي بتقول مسافة الضغطة كان بتاعت الميكانيكا لسيل. واللي دايما بحطها وانا بجمع الميكانيكا لسيل برة. وانا بفكه من البمب. وفي الحالتين تبقى مربوطة لكن اول ما هشغل خلاص البمب لازم افكها خالص وتبقى حرة. ولو رجعنا فيديو الكارترج هنفهم يلكلامنا. طيب. قادي خط دخول السيل. وقادي جنبه خط الخروق. يبقى عندنا تخد. عندنا كده دخول وخروج وفي جوة كمان. نشوفك ان شاء الله في الفيديو كمالة الفيديو ده.